موسيقى موعد النشرة المحلية أهلا بكم مشاهدين البداية بولاية المغير حيث يشهد قطاع السكن ببلدية جمعة يشهد تطورا ملموسا من خلال التقدم الذي تشهده مختلف البرامج السكنية لا سيما السكن الاجتماعي الإجاري والرفي وكذا التجزئات العقارية نائلة حالفة والمزيد بعد جهود كبيرة وتدائما لتحسين المستوى المعيشي لسكان التجمعات السكنية بالجنوب أعرفت منطقة سيغى النائية بولاية المغير تطورا ملحوظا في تحسين قطاع السكن وخاصة الريفي حيث استفاد العديد من المواطنين من سكانات ريفية إنسان مش مستفيد يعني كان في مأسى بكل صراحة ولكن اليوم الحمد لله الدولة قامت بدورها والحمد لله اليوم جابتنا السكن هذا 170 مسكن منتظرنا وقت طويل والحمد لله فرجنا ربي سبحانه ومزيد إن شاء الله انسيغى للقدام المستفيد إن شاء الله يستفادوا من السكن الريفي إن شاء الله مدة جاية التحسيس الأولى في انسيغى تتعانى دولة مع الإعانة المالية وكايل اللي طاحت له في بلصة جيدة أرض مستوية تعاون 100 مليون التدعيم موجود وهو من النقاط الأساسية لمسؤولي المغير حيث ما زالت هناك قوائم كثيرة في الانتظار للظفر بسكانات ريفية بنسيغى وكذا في بعض التجمعات السكانية الأخرى استفادت تقريبا مبدئيا من ميت الحسى ومستقبلا إن شاء الله توجد 170 حسى و150 حسى تقريبا 500 حسى وعشرة حاليا سياد الولي قلنا نمهتمين بشبكة الصرف الصحي وشبكة الصرف المياه باش نصعدوا إلى تهيئة الحضارية كان زارنا السيد مدير العام تعصونا القاز وعطاها وعود بأنه راح يغطينا كل عز لموجود على مستوية المغير فيما يخص الكهرباء وخاصة في التحسيسات الاجتماعية وسكنات ريفية إن العمل الدؤوب يتواصل معه الدعم والمساندة لمنح السكن لكل فرد ما زال ينتظر دوره وبولاية ورقلا وتمكينا لسكان المناطق النائية من ممارسة حقهم في التقاضي وحل النزاعات العالقة في أحسن الظروف مجالس قضائية متنقلة بدائرة البرمى الحدودية في مبادرة من شأنها تجنيب سكان المناطق عناء التنقل إلى محكمة حاسم سعود مختارية بن مريم والمزيد تمشيا مع السياسة التي انتهجتها الدولة لتقريب العدلة من المواطنة مجالس قضائية متنقلة في المناطق النائية انطلقت من دائرة البرمى ولاية ورقلا أزحت مشكلة تنقل مئات الكيلومترات إلى المحكمة على المواطنين كانت طريقة مكسرة كان يروحوا بعائلات مساكنة مهنية على جال عقد ما حال يتدمروا في الطريق وما حال الطريقة مسكرة واليوم الحمد لله هذه مبادرة ما شاء الله والناس كلها راي فرحانة نقصت عليهم مثلا السفر من البرمى الحاسي وكان عائلات ما تقدرش منها مبادئ والرحل وهذه كلها ما تقدرش عنه من السفر والحوالي يزدره ويروح وكذا كي جدت هنا منعك يتقربت هنا وهذه مبادرة حسنة تقريب المواطن من المصالح القضائية ونظرا لخصوصية المنطقة ومعاناة المواطن البسيط خصوصا البدو الرحل فهذه الالتفاة الطيبة كانت نعتبرها كفرج للمنطقة تشكيلة من القضاة في القضايا المدنية وكذا وكيل الجمهورية في القضايا الجزائية تنقلت إلى هذه المنطقة الحدودية لتمكين المواطنين من حقهم في التقاضي وكذا تكفل بقضايا وسجلات البدو الرحل تم اليوم بفضل الله انعقاد أول جلسة متنقلة بمدينة البرمة التابعة لاختصاص القضائي لمحكمة حاسم سعود من خلال انعقاد جلسة شؤون الأسرة وتولي كذلك قضايا الحالة المدنية ما بين التصحيحات الإدارية والتصحيحات القضائية هذه المجالس المتنقلة أصبحت تكتسي أهمية في تسهيل إجراءات التقاضي لدى سكان البرمة لأن القوانين الجديدة تسعيل القضاء الجواري وتقريب العدلة من المواطن في مجال الاستثمار تعد المنطقة الصناعية بمسعود بوجريو بولاية قسنطينا تعد مؤشرا قويا لمستقبل التنمية بالولاية خاصة بعد تقدم أشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات ما شكل حافزا لأصحاب المشاريع لتجسيد استثماراتهم التفاصيل مع أمينة بحتوش فاكية وديناميكية كبيرة تعرفها المنطقة الصناعية ببلدية مسعود بوجريو بقسنطينا وهذا بعد الانتهاء من أشغال التهيئة التي مستت الجزء العلوية كمرحلة أولى إذ باشر المستثمرون في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية بالمنطقة منطقة الصناعية مسعود بوجريو كينا ربطونا بالكهرباء وربطونا بالماء أدلنا استثمارت أنا تأمد بحدث الصناعية للدواج بكينا عشرة يدعامي لهم يخذلوا منها والحمد لله عيبتنا هنا في البطور هذا اللي فكناه جديد هنا عدت تيجينا هنا قريبة ما ندبحوا هنا في مسعود بوجريو نسربيو هنا في ابن زياد خملي روحونا ندبحوا في زيغود لصاب عيدا إلى جانب هذا يشهد الجزء المتبق من المنطقة والذي تقدر مساحته بعشر هكتارات وتيرة متسارعة في الإنجاز من حيث تزويد المنطقة بمختلف الشبكات وكذا تهيئة الطرق لتسهيل سير الشاحنات الأمر الذي جعل إقبال المستثمرين في تزايد رغبة منهم لإنعاش التنمية المحلية مشرعة سعيدة في صناعة الأحدية مختص في صناعة الأحدية هي إن شاء الله قالها لكتب ربي نسنه في شباك المواحدة هذا يحل وننطلق إن شاء الله في المشروع حنا قالها لهم بجيء كثير من ساعنا لحنا نبه نوسعه صناعة الأحدية في مدينة قصنطنية نبه نتصل ليد العاملة والباطالة اللي في مسعود بوجريو قدنات البروجي تهيه توب كوتون تحويل قطن إلى الخيط طبعاك الخيط إلى الملابس وما كانش تاني هذا البروجي مليح يكون كتب ربي كلش ثم نروح بعيد حتى في الزراعاتها إن شاء الله حاليا رانا نستقبله في مستثمرين نوصل العدد تتاحهم إلى عشرين مستثمر الحمد لله رانا نستقبل مشاريع جد تنموية وصناعية كبيرة رح تفيد البلدية بحيث الجباية رح تكون فائدة جباية كبيرة لمستوى البلدية فكل الظروف مواتية اليوم لأن تكون هذه المنطقة قطبا صناعيا بامتياز تساهم اقتصاديا وتجاريا في تنويع السوق المحلي والوطني وتنضم إلينا أمينة بعطوش أمينة مشاريع استثماريها ما تتجسد ميدانيا بقسنطينا والأكيد أن إعادة تهيئة المنطقة الصناعية مسعود بوجريو فيعطي دفعا للتنمية المحلية بالمنطقة شكرا زملائي في الاستوديو المركزي أكيد للتنمية مؤشراتها ولبلدية مسعود بوجريو وهي المنطقة التي نتواجد بها اللحظة معالمها وأيضا مشاريعها التي تم تجسيدها ميدانيا يقف معي اللحظة السيد عيسى لبيد وهو رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مسعود بوجريو مرحبا بكم سيدي مرحبا الأخت أمينة نرحب بكم بدايةنا في بلدية مسعود بوجريو شاكرين لكم هذه اللفتة الطيبة والتغطية الإعلامية أكيد لو للمشاريع التنموية لم استطعنا اليوم القدوم إلى بلدية مسعود بوجريو من خلال فق العزلة على المواطنين وتحسين أيضا الإطار المعيشي أكيد مشاريع عديدة مست الظروف أو حسنت الظروف المعيشية للمواطن أكيد اليوم لو نتكلم عن التنمية الماحلية ببلادية مسعود بوجريو نقدروا نقولوا أنها شهدت قفزة نوعية في إطار جديد برنامج رئيس الجمهورية اللي يرا ويركز على المناطق النائية هذه وطبعا بحكم أن ميزانية البلدية مسعود بوجريو ضعيفة استفادت من عدة مشاريع مست كل القيطاعات ومست ينقدروا نقولوا كل مناطق سكانية في بلدية مسعود بوجريو في مختلف القيطاعات ما هي اليوم القيطاعات التي مست اليوم من خلال ربط الساكنة وتزويدهم بالكهرباء والغاز والله كنت تكلموا من أجل رفع الغبن على المواطن وتحسين ظروف المعيشة استفادت من عدة مشاريع يعني المشاريع يكينا ننكلاسيوها لازم تكون بالأولوية يعني ما قدروا نتسجيلها ما قدروا نديروا تهيئة في منطقة وإحنا ما زلنا ما دلنا لها شلاصيني ما دلنا لها شلعوب يعني هذه أولويات لابد أنها تستوفر يعني سجلنا عدة مشاريع أنجزنا عدة شبكات التصوف الصحي سجلنا كذلك مشاريع للربط بالمياه الصالحة للشرب وكذلك الحمد لله يعني البلدية كانت تعاني كثيرا من ناحية الربط بالكهرباء اليوم الحمد لله عندنا تلتة تجمعات سكانية ما ربطوها نقدروا نقوله مئة بالمئة بشبكة الكهرباء واللي هي التجمع السكاني الكبيرة التجمع السكاني بوحسان عبد الله وعندنا التجمع السكاني كاف بني حمزة حاليا المشاريع رأيه قيد الإنجاز وكذلك فيها مشاريع آخر لتزويد مسعود بوجريو مركز رأيه قيد الإجراءات الإدارية مع سونارغاز شكرا لكم سيدي وتبقى دائما البلدية دورها المحوري في بعث كل المشاريع التنموية ودفع الاقتصادي الوطني وهذا أكيد هي استراتيجية الدولة الرامية إلى دفع الاستثمار والرقي بالتنمية المحلية والتنمية الوطنية العودة إليكم زملائي بالسجو المركزي أمينة بعطوش شكرا لك ولضيفك على هذه التفاصيل وفي إطار تنمية المناطق النائية والبعيدة أمضت مؤسسة سونتراك بولاية باتنة أمضت على اتفاقية تتضمن منح هبا مالية لإنجاز شطر من شبه التطهير ببلدية لاتسلام وهو مشروع من شأنه ضمان حياة أفضل للساكنة إليت باتنة فاستفادت من مشروع لإنجاز ودراسة مشروع شبكة صرف الصحي بقيمة مالية لعشرين مليون دينار جزائري واللي هو مشروع هام وهام جدا هذه المنطقة التي استفادت من المشروع كانت مصنفة كمنطقة الظل كانت في حاجة ماسة لمثل هذا المشروع وفي طال الاستراتيجية من أجل القضاء على ما نتقدر نهائيا وبولاية بشار يوفر المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المجاهد بن دودا قويدر يوفر بدائرة بن يونيف الحدودية تخصصات تتماشى واحتياجات شباب المنطقة مع ضمان الإمكانيات اللوجيستيكية اللازمة من العرج تقول أزيد من 150 متربس بهذا الصرح التكويني بدائرة بن يونيف الحدودية السيدة سليمة واحدة منهم اختارت أن تتربس في اختصاص يتماشى مع غريزة الأمومة لديها مربية أطفال وطموحها تربية جيل ناجح كنت نصلي ونطلب ربي أنه يحل معهد في بني والنيف ويكون هذا التخصص وربي يوفقني إن شاء الله نتمنى أني نحل روضة ما ما تساعد نحتاج على البطالة تنحي شوية البطالة حلوا هذا التخصص قدها فرصة مليحة واستوى الأكازيون لما تعودش تتكرر هؤلاء الشباب أيضا مستفيدون من منحات البطالة يتلقون تكوينهم تأهيلي بتخصص عون أمن ووقايا ما يخص التخصص هذا لكين غير في بلدية بني والنيف في ولاية بشار بلدية بني والنيف أما فيه كينين نقرأوا عليها بالدرعها في بلايس واخداء أخرين ومن بين هذه الدراسة نظر سؤال كيف يكون هناك وقاية العمال أثناء العمل والسقوط والقانون العمل المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المجاهد بندودا قويدر مكسب للمنطقة يقدم تخصصات للشباب ويفتح لهم آفاقا واعدة هناك خمس تخصصات تسير المولد البشرية وكذلك المحاسبة والمالية والأمانة المكتبية التي تخفجت والأمانة المكتبية والإعلام الآلي والبروك الجانب البداغوشي هناك الحمد لله عندنا كفاءة فيما يخص هناك أساتد مكلفين في الجانب البداغوشي إضافة إلى إداريين فالمعهد على غرار مؤسسات التكوين يفتح مجالا لكسب المعرفة والخبر العلمية والعملية ولتفاصيل أكثر حول ما يوفره المركز من فرص وإمكانيات للتكوين تلتحق بنا من العرج ميناء هل من معطيات إضافية حول قطاع التكوين بهذه المنطقة الحدودية وهو كذلك على غرار باقي مؤسسات التكوين المهني عبر الوطن معهد بن دودا قويدر بالمنطقة الحدودية ببني والنيف يمنح تأهيلات لشباب وإناث المنطقة من أجل الولوج إلى عالم الشغل وحتى إنشاء مؤسساتهم الصغيرة وللحديث حول الموضوع يحضر معي زبدة موراد مدير تكوين مهني لولاية بشار أهلا بك سيدي أولا سيدي نتحدث عن عدد المتربسين اليوم بهذا المعهد وما التخصصات التي يقبلون عليها أكثر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أجل المرسلين شكرا على الاستضافة في حقا الأمر المعهد الوطني متخصص في التكوين المهني المجاهد بن دودا قويدر يعني في دائرة أبني والنيف يعني يحتل مكانة مرموقة يعني تبعا للمؤسسات التكوينية على مستوى وليا بشار المعهد يعني كان من بين الخصوصية لهذا المعهد أنه يلم بجميع أبناء المنطقة كنت حتى على أبناء المنطقة سيدتي كريمة تحتى على منطقة حدودية بما فيها مناطق اللي رأي مناطق الظل اللي رأي استوعبها هذا المعهد وكذا كل مدينة ابني والنيف كون أن الدائرة تحتوي على مركز وكذا معهد وطني يعني نحن كلنا مجندين من أجل يعني فتح يعني جميع التخصصات التي تلائم وطبيعة المنطقة يعني التخصصات اللي رأنا موجودين فيها على مستوى هذا المعهد اليوم هي متخصصات يعني إدارية بحثة أو ما يعرف بالطاق نظرا للإقبال الكبير اللي يشهدوه شبابنا وابناءنا من المنطقة يعني كذلك نريد أن نأكد على الطالب منحة البطالة اللي رأي كان عدد لباس به هنا اللي رأي يقوم بعملية التكوين وفي جميع التخصصات يعني سيدي نتحدث عن منحة البطالة مستفيدين منحة البطالة كيف يتم التكفل بهم بهذا المعهد بهذه المنطقة الحدودية خصوصا يعني تبع للتوصيات يعني من الإدارة المركزية وعلى رأسها السيد وزير التكوين وتعليم المهنين وكذا السلطات المحلية على رأسها السيد ولي وليت بشار يعني يولي أهمية كبيرة من أجل التكفل بأكبر عدد من طالبي هذا التكوين يعني إحنا بالنسبة لنا رأنا جميع التعداد لنتلقاوه من مديرية التشغيل نحاول أن نأخذ أكبر قدر ممكن بش الناس تستفاد من هذا التكوين يعني وفق كل الظروف يعني مهيئة بش يعني تكون هناك يعني إقبال يعني استيعاب وكذا تأهيل مميز لهذه المنحة جميع المناطق إن شاء الله رأنا هنا بش نكون بالإضافة إلى ذلك هناك يعني جميع الظروف مهيئة من داخلية وإطعام يعني إحنا ننتظر في بيننا وفي سببنا إن شاء الله يجوا إن شاء الله ومكان حتى إشكال من هذا المنطق إن شاء الله شكرا لك يا سيدي زبدا مراد كنت معي مباشرة للنشرة المحلية إذن كانت هذه هي أهم التفاصيل لقطاع التكوين المهني بالمنطقة الحدودية ببشار نعود إليكم زملائي بالمركزية من العرض شكرا لك ولضيفك على هذه التفاصيل وفي الختام طربية النحل مشروع لا طالما رود السيدة قارة خضراء من ولاية عين تيموشمت والتي استفادت من دعم وزارة التضامن الوطني لبعث مشروعها الخاص لتكون بذلك نموذجا للمرأة الريفية الفاعلة في المجتمع المزيد مع ماسين حامية بين هذه التلال المتبعثرة بأعالي ولاية عين تيموشمت تترأى لك السيدة خضراء حصنا منعا بإرادتها وذرعا قويا متينا يغير مفهوم المرأة الريفية بأفكارها وحرصها على إنتاج ما فيه شفاء للناس الشهد والعسل يومية كما كتشوفه نجيس الصباح نغطيه زي ما في الليل نغطيه في الليل عندنا ندعو كل شي ومع العشرة الحديعش حتى التناعش حتى الوحدة نجي نقلع لهذاك بلاستيك خطر الحمان عليه باش يخرج يرعى خطرات ما نكون كمي شغالة في الدار نجي نقعد هنا وممتوع عندي زي ما حلفة تاني كنمارسها كيما هكا حلفة وكل شي نجيب نقعد هنا أنا قباله ونخده في الحلفة الأخرى اللي في ليدي أشغال يدوية وراني قاعدة هنا قباله تمكث سيدة خضراء بهذا المكان كثيرا تتأمل تحركات النحل وتصرفاته مطولا بدون كلال تخاطبه بطريقتها ومرة تبيت بهذا المكان بالعراء ما خفت عليه من تقلبات الجو أو من أي طارئ آخر فعلاقتها تتعدى كونها مرأة فلاحة خاصة بعد دعمها من مدرية النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية حطيت الملف التاعي وقعت القارة حتى كيعيطوا لي قالوا لي صايرة أنا وافقنا عليك أعطواه لي الأرض أنت عنها الأرض الجزائري شاعد يقول لك زي ما تساعد أولادها زي ما ما كانش كيفها السيدة خضراء بنشاطها الفلاحي هذا أنموذج للمرأة الرفية التي تسعى لتكون رقما مهما في معادلة الاقتصاد والإنتاج الوطني نهاية النشرة المحلية شكرا المشاهدين على طيب المتابعة والإصغاء في أمان الله موسيقى اشتركوا في القناة